السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد في سنة 1965 أتحديدا في الجزائر كان فيه شاب واللي كان اسمه مصطفى وكان بيتردد على صديق لي واللي كان حبيس داخل السجن مصطفى وصديقه كانوا مقربين جدا من بعض لدرجة أن مصطفى لما سمع أن صديقه تم سجنه بسبب أنه هو قام بأفعال سيئة جدا ما كانش مصدق أبدا لأنه هو عارف ومتأكد أن الصديقه ده إنسان محترم جدا وعمره ما يعمل كل التصرفات دي وعلشان كده كان لازم أنه هو يروح له في المكان اللي هو مسجون فيه علشان يتكلم معاه ويفهم منه إيه سبب كل اللي هو عمله وبالفعل لما يروح لهناك وهيبتدي أنه هو يتردد عليه صديقه هيحكي له الرواية بالكامل عن كل التصرفات اللي هو عملها مش هينكر أي شيء وهيشرح له كل الأسباب والمبرارات والدوافع لكل التصرفات والكل الأفعال اللي هو ارتكبها استعدوا علشان هتسمعوا حكاية غريبة جدا واللي هتخلي عقلكم مش قادر يفهم هل الشخص ده ظالم ولا مظلوم علشان تعرفوا إيه الحكاية تابعوا معي الفيديو للنهاية بتدور أحداث حكايتنا في بداية الخمسينات في الجزائر وتحديداً في ولاية عينتو موشنت في الوقت ده الجزائر كانت زي ما انتو عارفين بتمر بأوقات صعبة جداً لأنها كانت تحت الاستعمار الفرنسي وكان الشعب الجزائري بيحاول إن هو قاوم الاحتلال وعلشان الجيش الفرنسي سيطر عليهم كان عامل عليهم زي حصار وده خل الأوضاع في الجزائر في الوقت ده كانت سيئة جداً في الوقت ده كان فيه شاب وبنت حبوا بعض وقراروا إن هما يتزوجوا ولكن الأوضاع المادية كانت صعبة جداً معاهم وخاصةً وهم في بداية حياتهم الزوج ما كانش عنده وظيفة سابتة وللأسف كان بيحاول إن هو يعمل في أي مجال يتحصل منه على قوت يوم وهو وزوجته وتقدروا تقولوا إن هما كانوا عايشين يوم بيقدروا إن هما يتحصلوا فيه على وجبة يسدوا بيها جوعهم ويوم لا وبالرغم من الظروف السيئة اللي كانوا بيمروا بيها إلا إن الزوجة كانت دايماً بتساند زوجها ووقفة معاه وكانت بتشجعه وبتردد على ما سامعه دايماً إن الجاي أحسن الزوجة دي ما كانتش بتخرج من البيت تقريباً إلا للضرورة القصوى وكانت دايماً قاعدة في البيت بترعى زوجها وترعى البيت وزوجها كان شايف منها كل خير وما كانش شايف منها أي شيء سيء وهتمر فترة على الزوج والزوجة والحياة ماشية بنفس الوتيرة لحد ما الزوجة في يوم من الأيام هتبلغ زوجها بإنها حامل وبالرغم من مصاعب المعيشة اللي هم عايشين فيها إلا إن الزوج فرح جداً وزي ما تقوله كده إن هو قال إن الطفل بيجي ورزقه معاه وتفاقل الزوج بإن الطفل ده ممكن يكون سبب في رزق كبير جداً ربنا يبعثوا ليهم وهتعدي شهور الحامل والزوجة هتولد وهتنجب ولد واللي هيسموه السعيد ولكن بعد ولادة السعيد الظروف المادية ما تحسنتش وكان الأب والأم والطفل عايشين في حالة سيئة جداً من الفقر طفولة السعيد تقريباً كلها هتمر في عز وقت الصورة الجزائرية الوقت ده كان صعب جداً لإنه كان بداية محاولة استقلال والاقتصاد كان آخر شيء بيشغل بال الجزائرين في الوقت ده هما كان هموم إنه هما يتخلصوا من الاستعمار ويعلنوا استقلال بلادهم هيستمر الزوج في الوقت ده في إنه هو يعمل في أي وظيفة يقدر يتحصل منها عن قوت يومه وعلشان كده كان بيتغيب عن البيت أوقات طويلة جداً كان بيخرج من الصباح الباكر وما كانش بيرجع إلا في نهاية الليل والسعيد كان بيفضل طول الوقت قاعد في البيت مع أمه ولكن أمه كانت بتعامله بطريقة غريبة جداً واللي كانت مسيرة للتساؤل زي إن السعيد كان حاسس طول الوقت إنه أمه عايزة بعيد عنها ما كانش بتحضنه ولا بتحبه ولا بتعمل معاه التصرفات اللي أي أم بتعملها مع أطفالها زي ما كان بيشوف أولاد الجيران أمهاتهم بتتعامل معهم إزاي أمه كانت حرفياً بتكرهه وكانت طول الوقت عايزة بعيد عنها وعايزة إنها ما تتعاملش معاه لدرجة إن الأم كانت طول الوقت قفل باب الغرفة على نفسها ومخليه ابنها قاعد برا لوحده وما كانتش بتفتح له باب الغرفة إلا في أثناء الليل قبل ما أبوه يرجع للبيت والسعيد ما كانش بيحكي لأبوه عن أي شيء أمه بتعمله معاه وهو مش موجود في البيت وهتمر السنين والسعيد بدأ إنه هو تأقلم على تصرفات أمه وكان عايش في نفس الأوضاع أبوه ما عندوش أي فكرة بإيه اللي بيحصل في البيت وأمه مش طيق أنها تتعامل معاه وهو مش حابب إنه هو يحكي لأبوه أي شيء علشان ما يفتعلش مشكلة في البيت لحد ما هنوصل لتاريخ 5 يوليو من سنة 1962 في الوقت ده تم إعلان استقلال الجزائر رسميا ابتدى يتوفر فرص عمل لناس كتير جدا ما كانوش بيقدروا أن هما يتحصلوا على قوت يومهم وكانت وهران هي الوجهة لأي شخص بيزور الجزائر من الخارج حتى السكان الجزائريين كانوا بينتقلوا لهناك لأن كان فيه هناك مصانع وشركات كتير جدا واللي كلها طلب عمال وموظفين الأب والأم والسعيد هينتقلوا بحياتهم في الوقت ده وهيروحوا يعيشوا في وهران وبعد فترة لانتقالهم لوهران هيبتدي الأب إنه هو يقدر يتحصل على محل صغير يقدر يبيع فيه بعض البضائع المحل ده كان موجود بعيد شوية عن البيت اللي هما كانوا عايشين فيه وعلشان كده الأب كان تقريبا بيقضي وقته كله وهو في المحل وما كانش بيرجع البيت إلا بس علشان ينام حتى إن في بعض الأوقات لما كان بيبقى عنده عمل كتير جدا وبتأخر في المحل كان بيضطر إنه هو ينام في نفس المحل اللي هو بيمتلكه وكان بيسيب زوجته وابنه في البيت لوحدهم في الوقت ده السعيد كان بيفضل قاعد جوه البيت وكان تقريبا ما بيخرجش البر لأن زي ما قلتلكم انتقالهم لوهران كان لسه جديد وكان في الوقت ده السعيد ما يعرفش أي حد في المنطقة وعلشان كده ما كانش بيحب إنه هو يخرج للشارع وكان بيفضل قاعد في البيت مع أمه ولكن الأوقات اللي هيعيشها السعيد مع أمه بعد انتقالهم لوهران ما فيش أي عقل يقدر إنه هو يستوعبها زي ما قلتلكم إنه أمه كانت ستة هادية ومحترمة زوجها ما شافش منها إلا كل خير ولكن ده كان ظاهريا فقط الحقيقة كانت العكس تماما ما هي ظاهرة لكل الناس اللي حواليها لأن بكل أسف الزوجة كانت بتستنى لحد ما زوجها يخرج من البيت وبالوقت ده بتبتدي إنها تقوم بأعمال سيئة جدا واللي كانت عبارة عن ممارسة السحر والشعوازة الباب كان مفتوح لأي شخص عايز يعمل عمل أو يقوم بأي سحر وكان طول الوقت السيدات داخلين خارجين للبيت وبيترددوا عليها لأنها كان ستها زيع في المنطقة كلها السعيد كان بيسمع كلام أمه مع الناس اللي بتتردد عليها وكان بيسمع طلباتهم منها زي إنها تجلب الحبيب وترد المطلقة وكل الحاجات اللي انتوا عارفينها دي كان بيبقى مش مصدق نفسه إنه أمه شغالة في الأعمال دي وكانت ضمن عدة الشغل الخاصة بيها شيء اللي كانوا بيسموه مهراز والمهراز ده بنسميه عندنا في مصر الهون كانت أم السعيد بتستخدم المهراز ده في تحضير الأعشاب والخلطات اللي تستخدمها في أعمال السحر والشعوازة وعلشان كده السعيد كان عايش حياته كلها وهو سامع صوت المهراز أو الهون وهو بيدق في ودانه واللي كان بيسمع صوته بمجرد خروج أبوه من البيت والصوت ده ما بيتوقفش إلا لما أبوه بيرجع للبيت بالإضافة لريحة البخور اللي كانت معبية البيت بطريقة مفرطة طول الوقت والموضوع ابتدى يتطور والسعيد ابتدى يشوف إن مش بس السيدات هم اللي كانوا بيترددوا على أمه كان فيه كمان بعض الرجال واللي ابتدوا إن هم يترددوا بكترة على البيت بس هل تفتكروا إن الأوضاع السيئة بالنسبة للسعيد توقفت لحد هنا؟ بكل تأكيد لا السعيد أمه كانت بتكرهه جدا جدا زي ما قلت لكم حتى إنها في بعض الأحيان كانت بتعتدي عليه بالضرب المبرح وكانت دايما بتردد على ما سامعه بإن هو مش ابنها وإنها بس لقيته في مكان فهو صعب عليها وأخدته علشان تربيه المهم إنه زي ما قلت لكم كل الأحداث دي كانت بتحصل وأبو السعيد ما عندوش أي فكرة بيها والسعيد ما كانش حابب إن تحصل أزمة ما بين أمه وأبوه وعلشان كده كتم السر جوا سنين طويلة وقرر إنه هو ما يقولش الأبوه أي شيء عن اللي بيحصل في غيابه وهيمر الوقت وفي يوم السعيد خرج علشان يلعب مع بعض من أولاد الجيران ويلعبوا سوا كرة في الشارع وفي الوقت اللي هو كان بيلعب فيه اتصاب ورجله اتجرحت بصورة سيئة وعلشان كده كان مضطر إنه هو يتوقف عن اللعب ويرجع مرة تأنيا للبيت لما رجع السعيد في الوقت ده للبيت شاف أمه في وضعه هو ما كانش أبدا يتخيل إنه هو يشوفها فيه أمه كانت بكل أسف وضع مخل مع جار من جيرانهم بمعنى إن هي مش بس كانت بتقوم بأعمال السحر والشعوزة هي كمان كانت بتخون زوجها مع جارها وفي نفس البيت اللي هي عايشة فيه مع زوجها أبو ابنها السعيد طبعا لما شاف المشهد ده كان مصدوم وما كانش قادر يستوعب إنه أمه إنسانة سيئة للدرجة دي هو كان ممكن يتقبل إنها بتقوم بأعمال السحر والشعوزة علشان تتحصل على بعض الأموال إنما فكرة إنها تخون أبوه دي الفكرة اللي هو ما كانش قادر يستوعبها أبدا ولا قادر إنه هو تقبلها السعيد فكر كتير يعمل إيه ويتصرف إزاي في موقف زي ده ولكنه زي ما قلت لكم كان دايما خايف إنه يحصل مشاكل ما بين أمه وأبوه وعلشان كده قرر إنه هو يجتم سر جديد جواه وإنه هو ما يحكيش أي حاجة لأبوه ولكن أمه في الوقت ده تعاملت مع سكوته بطريقة مختلفة تماما وغير متوقعة هي اعتبرت إن ابنها مش هيقدر إنه هو يتكلم ولا يفتح بقه مع أي حد عن تصرفاتها وابتدت إنه هي تجيب جارها للبيت وتعمل معاه الأفعال المخلة دي في وجود ابنها وقدام عينيه وهي متطمنة وحطة في بطنها بطيخة صيفي بإنه هو مش هيقدر يتكلم ولا هيروح يحكي أي شيء لأبوه لدرجة إن جارهم ده كانت حسوا كده إنه هو كان بيقعد في البيت وكأنه صاحب بيت ولو كان السعيد في وقت من الأوقات حس إنه هو مخنوقه متضايق من وجود الشخص ده وقال إنه أنت بتعمل إيه هنا تفضل إطلع برة أمه كانت وقتها بتديله علقة موت علشان ما يتكلمش وما يعتردش على أي تصرف هي بتعمله وهيمر الوقت والسعيد في الوقت ده كان في مرحلة الشباب في يوم صحي من أمه وراح للمطبخ علشان يعمل لنفسه فنجان قهوة وبمجرد ما مسك فنجان القهوة وكان بيستعد علشان يشربه أمه جات وأخدت منه فنجان القهوة وكانت ملامحة غريبة جدا زي ما تكون متوترة ومش على طبعتها وقالت له نصا القهوة دي خاصة بيا وأنا اشتريتها بفلوسي خاصة إنت لو عايز تشرب قهوة اطلع اشتري البن الخاص بيك وابتدي إن أنت عامله لنفسه السعيد في الوقت ده كان متعصب جدا وكان متضايق وابتدى إن هو يوجه الكلام لأمه وكان زي ما تقوله كده ابتدى إن هو يهددها قال لها أنا خلاص تعبت منك ومن كل تصرفاتك معايا ولو ما بعتيش عني أنا هروح وهقول لأبويا على كل اللي انت بتعمليه وهو مش موجود في أثناء ما بيكون في المحل هقوله على أعمال السحر والشعوزة وإن انت بتخونيه وعن كل الرجال اللي داخلين خارجين للبيت الأم لما سمعت الكلام ده من ابنها ابتدت تحس إن هو بيتكلم بجد وإن هو وارد جدا فعلا إن هو يروح ويقول لأبوه عن كل شيء هم خبيه عنه طول السنين اللي فاتت ابتدت تحس ببعض الخوف والفزع وعلشان تحاول تسيطر على الموقف قررت إنها تقوم وتعتدي على ابنها بالضرب ولكن المراضي هي قررت إنها ما تضربوش بإيديها هي كانت مسكة إيد الهون أو المهراز وكانت رايحة بيها علشان تضربوا بيها على راسه في الوقت ده هو قدر إنه يسيطر عليها وأخذ إيد المهراز من إيدها ومنعها من إنها تضربوا بيها في الوقت اللي السعيد أخذ إيد المهراز من إيد أمه ما كانش قادر إنه هو يسيطر على نفسه ولا يسيطر على غضبه ابتدأ إنه هو يعتدي عليها بيه بالضرب في الرأس وقعت أمه على الأرض وكانت بتنزف بغزارة فدل وقف يتفرج عليها لحد ما تأكد من إن حياتها انتهت بعد كده السعيد فاء واكتشف إنه هو عمل كارثة كبيرة وما كانش عارف يتصرف فيها إزاي كان قاعد يفكر إيه اللي ممكن يعمله في الوقت الحالي يروح يعترف لأبوه يروح يسلم لنفسه للشرطة يغفي جسد أمه ويقول إنه ما يعرفش عنها حاجة إيه التصرف اللي المفروض يعمله في الوقت ده وفي النهاية السعيد لقى إنه ما فيش أي حل غير إنه هو ياخد كل الأموال والدهب الخاصين بأمه واللي جامعتهم من أعمال السحر والشعوزة ويهرب فورا من البيت القب لما هيرجع للبيت هيكتشف جسد الأم على الأرض بعد ما فرقت الحياة هيبلغ الشرطة ولما هيوصلوا للمكان هيسألوهم مين الشخص اللي عايش معاهم هيقول لهم إنه هو ابنهم السعيد واللي مش موجود أبدا في البيت في الوقت ده أفراد الشرطة هيدوروا على السعيد في كل مكان علشان يحققوا معاه ويفاموا منه إيه اللي حصل لأمه ولكنه مش هيلقوا ليه أي أثر هيستنوا له الشهور ولكن برضو مش هيظهر ومش هيقدروا إنه هم يتواصلوا معاه على الجانب الآخر السعيد بعد ما هرب ابتدى إنه يقعد مع نفسه ويراجع كده تصرفاته ويشوفه وعمل إيه بالضبط ولكن الإحساس والشعور اللي كان حاسس بيه ما كانش ندم ولدي كان إحساس بالراحة كان إحساس بالسعادة إنه هو أخيرا وقف وش أمه وتصدى ليها بل وإنه ابتدى يبرر لنفسه تصرفاته ويقول لنفسه إنه هو عمل الفعل الصحيح اللي كان من المفروض إنه يعمله من زمان حتى إنه من فرط اقتناعه بإنه هو عمل الفعل الصواب قرر إنه هو يبتدي ينتئم من كل السيدات اللي بتقوم بأعمال السحر والشعوزة زي أمه وكان مقتنع بإنه هو لو عمل التصرفات دي إنه هيكون بيعمل الفعل الصحيح بنسبة 100% وقال إن بسبب الصحر والمشعوزين فيه شرور كتير جدا بتنتشر في العالم وإنه هو لو أنا حياتهم وحتى تم القبض عليه هو مش هيتعاقب وقوبة كبيرة أبدا لإنه هو بيعمل الفعل الصحيح أوفيش أي حد هيحاسب حد على إنه هو بيتصرف صح كل الأفكار دي السعيد كان مقتنع بيها جدا وما كانش عنده أي شك فإن الأفكار اللي في عقله دي أفكار مش صحيحة ابتدى بالفعل إنه هو يدور على كل الصحر والمشعوزات اللي بيعملوا في نفس مجال أمه كان بيعرف فين أماكن عملهم وفين بيوتهم مين الأشخاص اللي بيتعاملوا معاهم وكان ذكي جدا وبيعرف إنه هو يوصل لهم إزاي كان بيروح للأسواق اللي بتبيع الأعشاب والمعدات الخاصة بأعمال السحر والشعوزة وبيسأل أي سيدة من اللي بتبيع هناك إنه هو بيعاني من بعض أعراض المرض وإنه هو محتاج واحدة ساحرة علشان تعالجه من المرض اللي عنده وبالفعل السيدة دي بتبتدي إنها تدله على واحدة من السحرة والمشعوزات اللي بيعملوا في المجال ده وبسبب إن أعمال السحر والشعوزة كانت منتشرة جدا في الفترة دي مش بس في الجزائر في دول كتير جدا من الوطن العربي السيدات الكبار في السن كانوا عارفين كويس جدا كل واحدة بتعمل في المجال ده وعلشان كده كانوا بيقدروا يدلوه على طلبه السعيد ابتدى إنه هو يجمع معلومات كتير جدا عن كل الصحرة والمشعوزات في المكان واللي قدر إنه هو يتوصل ليهم كان عارف عن وينهم وكانوا مستني أي فرصة علشان ينتهزها ويقوم بالخطة بتاعته وبالفعل اللي هيقوم بيه السعيد في الوقت ده مش هيتمحي أبدا من ذاكرة الشعب الجزائري السعيد كان بياخد عنوان المشعوزة وبيروح لها على إنه شخص عنده مشكلة وعايز يحلها معاها أو بيبتدي إنه هو يقعد معاها وكان دايما بياخد معاه إيد المهرز اللي أنهى بيه حياة أمه واللي قرر إنه هو احتفظ بيه علشان ينهي حياة كل الأشخاص اللي بيعملوا في نفس مهنة أمه المهم أنه كان بياخد معاه إيد المهرز وكان بيحطها تحته وكان بينتهز الفرصة لما يكون هو والمشعوزة قاعدين لوحدهم وبيبتدي فجأة إنه هو يقوم يعتدي عليها بالضرب في الرأس بقوة ويسيبها وهي بتنزف على الأرض وفي الوقت اللي بتكون فيه بتلفز أنفسها الأخيرة كان بيقرب من ودنها وبيهمس لها ويقول لها ما تنسيش توصلي سلامي الأمي وهتستمر تصرفات السعيد بنفس الطريقة على أكتر من سيدة ولما الأخبار هتبتدي إنها تتداول هيتم إصارة الرعب في وهران كلها لأن هم كانوا خايفين ومرعبين وهما مش عارفين مين الشخص اللي بيني حياة السيدات في بيوتهم وأكتر شيء مرعب إنه هو كان شاطر جدا وما بيسيبش أي دليل وراه وما كانش فيه أي حد عارف يقدر يحدد هويته بالإضافة إن كل السيدات كانت حياتهم بتنتهي بنفس الطريقة كلهم كانوا بمضربين في الرأس بإيد الهون أو بإيد المهراز وبما إن الناس ما كانوش عارفين الجاني اسمه إيه قرر إنه هم يطلقوا عليه لقب وقرر إنه هم يسموه بومهراز وبعد فترة ابتد السعيد يفكر ليه ما يروحش وينتقم من السيدات اللي كانوا بيترددوا على أمه وبيطلبوا منها إنها تقوم عليهم بأعمال السحر واللي كانوا فيها بيأذوا بعض الأشخاص في حياتهم وعلشان يقوم بمهمة زي دي يعني مش حابب إنه هو يخاطر بإن الشرطة تقبض عليه في الوقت ده وعلشان كده ابتدى إنه هو يغير من شكله ومن مظهره ومن الأسباب اللي بيتردد بيها على بيوت السيدات اللي هيروح لهم علشان ينهي حياتهم ويكونوا مستهدفهم يعني مثلاً في بعض الأوقات كان بيدعي من إنه هو موظف في شركة الغاز أو في شركة الكهرباء وإنه هو داخل علشان ياخد قرية العداد أمر طبيعي جداً ومفيش أي واحدة هتشك فيه وبمجرد دخوله للبيت ولما بيتأكد إنه هو مع السيدة اللي هو مستهدفها لوحدهم فوراً بيطلع عيد المهراز من جيبه وبينهي حياتها بدربها في رأسها وكان مع كل سيدة بينهي حياتها بيقرب من ودنها وبيقول لها ما تنسيش توصلي سلامي لأمي البعض بيقول إن السعيد بعد ما كان بينهي حيات السيدات دول كان بياخد أموالهم ودهبهم وده لأنه ما كانش بيعملوا كان مكرس كل حياته للانتقام من الأشخاص اللي ليهم الصلة بعالم السحر والشعوزة سواء كانوا بيمرسوه أو إن هما بيترددوا على الناس اللي بيمرسوه ولكن البعض الآخر بيقول إن السعيد ما كانش بيسرق أي أموال ولا دهب وإن دي بعض الأقاويل الكاذبة اللي ترددت عنه الجرائم دي كلها تمت في خلال فترة زمانية قصيرة جداً والأشخاص اللي كانوا عايشين في وهران وكانوا بيمنعوا زوجاتهم وبناتهم من إن هما يخرجوا للشارع أو إن هما يدخلوا أي حد غريب للبيت وهم لوحدهم لأن ما فيش أي حد كان عارف مين الضحايا اللي جاية والكل كان شايف إن القاتل بوم هراز شخص آسي قلبه من حجر قتل متسلسل كل علامات الشر بين على وشه ولكن في الحقيقة كل الكلام ده ما كانش صحيح أبداً السعيد كان شخص طيب جداً وكان وشه ما يدلش أبداً على إن هو يقدر إن هو يأذي حشرة حتى بل إنه حتى ما كانش إن الرجال الشجعان وكان من الواضح عليه إنه زي ما بنقول عليه بالبلدي كده شخص خواف أي حد هيشوفه على الحقيقة وجهاً لوجه هيقول إنه شخص طيب وعلنياته ومستحيل إنه تكون إيديه تلوست بالدم بدل المرة مرات السعيد في الوقت ده كان عنده صديق مقرب جداً واللي كان اسمه مصطفى وهو مصطفى كانوا بيقعدوا مع بعضه يتكلموا عن أخبار الدنيا ومن ضمن الموضوعات اللي كانوا بيكلموا فيها أخبار بومهراز القاتل للسيدات في وهران واللي كان بيقتل السيدات بدون أي رحمة وما فيش أي دليل وراه وكان السعيد بيسمع كلام صديقه مصطفى بدون ما يعترف له ولا يصرح له بإن هو القاتل اللي كل وهران بتدور عليه وفي سنة 1965 السعيدة هيسمع عن سيدة واللي دخلت في مجال السحر والشعوزة من فترة قصيرة وكانت عايشة في منطقة شعبية هيقرر إنه هو يعرف عنوانها ويجمع عنها بعض المعلومات اللي هيقدر إنه هو يستفيد بيها بيت السيدة دي ما كانش بعيد عن البيت اللي عايش فيه السعيد ابتدى إنه هو يستنى ويرائب البيت كويس جداً لحد ما تأكد في يوم إن البيت فاضي تماماً وما فيهوش إلا السيدة دي هي اللي قاعدة جوه قرر إنه هو يروح ويخبط على الباب وفي الوقت ده كان رايح وفي إيده إيد المهرز اللي بينهي بيه حياة السيدات مش معروف إيه الحجة اللي هو دخل بيها لجوه البيت ولكن على أي حال هو قدر إنه يدخل لجوه البيت والصدمة إن السعيد لما دخل لجوه البيت لقى إنه ما فيش أي دليل بيقول إن السيدة دي بتعمل في أعمال السحر والشعوزة ولكن فيه بخور ولكن فيه أي معدات من اللي بيستخدموها واللي كان متعود إنه هو يشوفها في معظم بيوت ضحيات وهنا السعيد استوعب إن المعلومات اللي وصلته كانت خطئة وإن السيدة دي ما بتعملش في السحر ولا أي حاجة قرر إنه هو يستأذن منها ويخرج من الباب ولكن الأوان كان فات لأن السيدة دي كانت شافت إيد الهون أو إيد المهرز وهي في إيده وإنه هو كان بيستعد علشان يهجم عليها وفي الوقت ده السيدة دي خرجت عن السيطرة وخرجت عن شعورها وبتدت إنها تصرخ وتقول بو مهراز بو مهراز علشان تحاول تستنجد بالناس وتقول لهم إن الشخص اللي بيني حياة السيدات في وهران عندها جوة البيت وبالفعل الجران كلهم سمعوها وهي بتصرخ في الوقت ده السعيد كان بيحاول إنه هو يسكتها ويهديها ويخرج من المكان علشان يهرب ولكنه فشل تماما في إنه هو يسكتها وعلشان كده قرر إنه هو يحدف عليها إيد الهون علشان يحاول يفقدها الوعي والحسن الحظ إن إيد الهون أو المهراز ما جاتش في راسها ولكنها أصابتها في ظهرها وقعت السيدة على الأرض وفي الوقت ده السعيد خرج وهو بيهرب الجران في الوقت ده كلهم اتجمعوا وراحوا للسيدة دي علشان يشوفوا إيه اللي بيحصل في نفس الوقت اللي كانوا شايفين السعيد وهو بيخرج من الباب قلتدوا هم كمان يصرخوا ويقولوا بو مهراز بو مهراز علشان الناس تجمعوا ويعرفوا إن قاتل السيدات في وهران جوه بيت السيدة دي وإن هم ينجدوهم منه في الوقت اللي السعيد خرج فيه في الشارع والسيدات كان بتصرخ وبتقول بو مهراز بو مهراز كان فيه واحد بيبيع بعض القدروات في الشارع ولما سمع السيدات وهي بتستنجد ميسك بوزن إن الأوزان اللي كان بيوزن بيها القدروات حدفها على السعيد أصابوا بيها في رأسه وبسببها وقع على الأرض وفقد الوعي ولما رجع الوعيه مرة تانية اكتشف إن كل أهالي الحي اتجمعوا حواليه وكانوا ربطينه وكانوا مصممين في الوقت ده إن هم ينتقموا منه وياخدوا منه حق السيدات اللي انتهت حياتهم في وهران كلهم في الوقت ده الشرطة هتدخل وهتطلب من الأهالي إن هم يسلموهم الشخص اللي معاهم علشان يتحاكم وكل شخص ياخد حقه بالقانون ولكن الأهالي كانوا رفضين الفكرة تماما وأفراد الشرطة بعد جدل واسع وكبير مع كبرات الحي قدروا إن هم يقنعوهم ويخلوهم يقنعوا كل سكان الحي بإن هم يسلموهم السعيد علشان يتم تقديمه للمحاكمة بعد أيام عدودة من التحقيق مع السعيد هيقدم لأفراد الشرطة اعترافات كاملة وبكده هيتأكد أفراد الشرطة إن اللي معاهم ده هو سفاح وهران أو زي ما سميه السكان في وهران بومهراز السعيد هيقدم اعترافات لأفراد الشرطة إن هو أنهى حياة 19 سيدة واللي كانوا أغلبهم من الصحر والمشعوذين أو اللي بيترددوا عليهم وكان من ضمنهم وكانت أول ضحاياة هي أمه وبعد تقديم السعيد للمحاكمة هيتم الحكم عليه بالإعدام ولكن حكم الإعدام مش هيتنفس فيه فورا هيتم إداعه في السجن لمدة سنة كاملة واللي كان زي ما تقوله في الوقت دادن السلطات ما كانوش متأكدين من قرارهم وكانوا عايزين بعض الوقت علشان يتأكدوا هل هو يستحق حكم الإعدام وتنفيذه ضده ولا لا مصطفى صديق السعيد المقرب كان في الوقت ده في حالة من الصدمة وما كانش مصدق كل الكلام اللي كان بيتقال عن صديقه بأنه هو قاتل متسلسل وأنه هو الشخص اللي أثار الرعب في وهران كلها وعلشان كده قرر أنه هو يزوره في المكان اللي كان مسجون فيه علشان يطرح عليه بعض الأسئلة ويسأله ويفهم منه إيه اللي حصل بالضبط إيه الدوافع وإيه الأسباب اللي خلته يرتكب كل الأفعال البشعة دي كان مصطفى هو الشخص الوحيد اللي بيتردد على السعيد وكان بيشوفه لأن أبو السعيد في الوقت ده لما عارف إن ابنه أنا حياة أمه وأنا حياة سيدات كتير جدا في وهران تبرق منه وقال إنه هو مش عايز يسمع اسمه ولا يكون لي أي صلة به وعلى مدار السنة كاملة كان مسجون فيها السعيد داخل السجن مصطفى كان بيتردد عليه بصورة شبه يومية وكان بيقعد معاه تقريبا نصف ساعة كل يوم وكان بيسمع منه تفاصيل حياته وإيه اللي وصله إنه هو يعمل كده وإزاي إنه أمه كانت بتخون أبوه وكانت بتعمل تصرفات سيئة جدا لدرجة إنها ربت عنده عقدة خليته إنه هو يندفع للانتقام من أي سيدة بتعمل في نفس المجال أو بتتردد على الأشخاص اللي بيعملوا في مجال السحر والشعوزة وفي الوقت ده السعيد طلب من مصطفى إنه هو يروح ويقول لأبوه الحقيقة كاملة لأن أبوه لو عارف إنه هو عمل كل التصرفات دي وأنا حياة أمه بسبب عملها في السحر والشعوزة وبسبب إنه هي كانت بتخونه بكل تأكيد هتراجع عن فكرة التبرق منه كل الأحداث اللي ذكرتها لكم دي تم ذكراها عن بسان مصطفى صديق السعيد المقرر واللي سردها ليه أثناء وجوده في السجن على مدار سنة كاملة وبعد مرور سنة من سجن السعيد المحكمة هتقرر إنها تأيد حكم الإعدام ضده وإنه هو يتنفذ بالفعل أفراد الشرطة خدوا لغابة من غابات وهران وتم إعدامه رميا بالرصاص إعدام السعيد تم قدام سكان وهران كلهم واللي كانوا عايشين أجواء من السعادة والفرحة والارتياح وهم حسين إن الشخص اللي كان بيستهدف السيدات وبينهي حياتهم تم الإمساج بيه ومعقبته وإن السيدات دلوقتي في وهران بقوا في حالة من الأمان وبكده تكون انتهت حياة السعيد أو زي ما سموه بومهراز واللي بيصنف بإن هو أول قاتل متسلسل في الجزائر مصطفى صديق السعيد المقرب ابتدى إن هو يحكي كل التفاصيل اللي قاله له السعيد أثناء ما كان في السجن والأخبار دي وصلت لأبو السعيد وكمان وصلت لكل سكان وهران واللي جزء كبير منهم تعاطف معاه وكانوا شايفين إن هو ما كانش يستحق حكم الإعدام ضده وإن كان من المفروض الحكم ضده يتخفف لإن هو كان بيقوم بأعمال من المفروض إنها في صالح الخير الأحداث اللي حصلت في حياة السعيد كانت سيئة جدا أمه من سنه صغير كانت بتعنفه ما كانتش بتحبه ولا كانت بتحتويه بالإضافة إنها لما ابتدى يجبر ابتدت توريله أسوأ ما فيها ولما كان بيشوف أي شيء سيء عليها ما كانتش بتتراجع بل وإنها كانت بتتمادة أكتر وكانت بتعتبر إن هو مش هيقدر يعمل معها أي شيء وما عملتش أبدا حساب إن كتر ضغطاها على ابنها السعيد هيولد الانفجار ودي كانت حكايتنا للنهاردة بشكركم جدا على المشاهدة لو بتحبوا النوع ده من المحتوى ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ويدفعوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد وتستنوني كل يوم جمعة واثنين وحكاية جديدة سلام اشتركوا في القناة